بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل معكم الجزء الأخير إن شاء الله من محاضرة الاسكيزوفرينية الـ Side Effect of Antipsychotic Drugs وصلنا للـ Extra-Primidal Side Effect على ما نفهم الـ Extra-Primidal أنت تسمعون كلمة Extra-Primidal وبعض الأحيان نسمع Primidal Side Effect أو Primidal Effect بالـ Brain أكو عدنا الـ Primidal Tract الـ Primidal Tract هي اللي تنزل من الكورتكس إحنا عدنا تعرفون عدنا إذا هنانا أسوي لكم إياها عدنا الكورتكس اللي هو Cortex of the Brain أكو مناطق بالكورتكس of the Brain هي مسؤولة عن الحركة مسؤولة عن الـ Initiation of Movement أو مسؤولة عن الـ Orders of Movement اللي تروح لكل عضلات الجسم تروح من هاي المنطقة بالكورتكس اللي هو عدنا سمونها Area 4 و Area 6 هاي هيش بس فقط للاطلاع تروح للـ Spinal Cord ومن الـ Spinal Cord تروح تحرك العضلات هاي يسمونها Primidal Tract اللي هي مسؤولة عن الـ Movement مالة المصل نوبات عدنا أكو تراكتات ثانية تراكت يعني من أقول تراكت يعني هي معناها الخلايا العصبية الموجودة بالدماغ إذا بداخل الدماغ أقول عليها تراكت إذا كانت خارج الدماغ أقول عليها نيرف فالمهم التراكتات هاي اللي هي Pyramidal اللي تحرك اللي تسوي Movement for the muscles بينما الاكسرا Pyramidal تأتي من الـ Spinal Cord يروح يصعد فوق يروح الـ Basal Ganglia إلى مناطق معينة هاي مسؤولة عن ضبط الحركة مو عن الحركة نفسها لعن ضبط الحركة يعني شقد التون ما للحركة شقد قوتها شقد توقيتها بالمقارنة مع باقي الحركات وهكذا هاي يسمونها Extra Pyramidal فأي شي يصيب الـ Extra Pyramidal Symptoms نسميه Extra Pyramidal Side Effect of Drugs هاي بصورة عامة فبعض اللي حالة نسميها Dystonia اللي عنده المشكلة بالـ Tone multi-movement بالـ Tone مو بالمovement نفسها لا بالـ Tone multi-movement فيسمونها Dystonia Dystonia هي Prolonged Tonic Muscle Contraction كأنما يطول أكثر من اللازم المuscle contraction وأكارينج يوجولي من 24 إلى 96 أورز of dosage initiation or dosage increase إذا إحنا مثلا بدينا الدوز مالت الـ Antipsychotic Drugs نصير هاي الأبنورمالتي dystonia تقريبا ببرة يوم إلى كم يوم فد أربعة أيام تقريبا بعد الدستونية بعد سوري بعد ما ناخذ نبدل Antipsychotic Drugs بعض الأحيان قد يكون هاي الدستونية يصير بمناطق مهمة جدا مثلي مثلا Pharyngeal Dystonia أو مثلا Laryngeal Dystonia هاي تأثر على اللارنكس والفارنكس وبالتالي قد تكون يعني Life Threatening وبعض هلا مثلا وحدة سميها Trismas Trismas هي يصير مشكلة بالتون مالت المصل مالت الفم فلذلك يصير صعوبة في فتح الفم أو Glossospasm يصير في دسبازم باللسان أو مثلا Tongue Protrusion Protrusion يعني المريض يطلع لسانه اللي قدام يعني كأنها ما يصير مشكلة بالتون فاللسانه طالع يضلي قدام أو Blyphorospasm Blyphorospasm مشكلة أيضا بالتون مالت المصل مالت الجفن العين أو يسمونها Oculogairic Crisis Oculogairic Oculogairic تدرون عينين فدائما المريض يصير رافع الفصوص مال العين يصير اللي فوق رافع حن أو شغلة يسمونها Torticholis أو Retrocholis Torticholis أو Retrocholis كأنها ما يرجع الرقبة مالتها اللي وراء والTorticholis تنزل تتشنج الرقبة وتنزل اللي جوه أو للصفحة مالت يعني الراس يصير على صفحة اللي تشنج العضلة اللي هي تعرفون أنتوا عضلة يسمونها Sternocleidomastoid هاي اللي هي العضلة بصفحة الرقبة يسمونها Sternocleidomastoid هاي اللي تطلع من الستيرنام وتروح للمastoid process اللي موجودة خلف الإذن هاي العظمة الموجودة خلف الإذن يسمونها mastoid process فالقصد إنه Torticholis هي مشكلة يصير يعني العضلة تشنج وتنزل الرقبة للأمام أو لصفحة والRetrocholis لا الرقبة يصير لي وراء هاي كلها Side Effect هي كلها Dystonia Type of Dystonia الناس اللي يصير عندهم هي شي اللي هما Under Risk طبعا يصير عند Young Male Patients خصوصا اللي يستخدمون Fair Generation Antipsychotic أو مثلا اللي هما يستخدمون الناس اللي هما High Potency Agents اللي عندهم Potency كلش عالية وبجرع عالية جدا فصير عندهم ذول يعتبرون Risk Factor for Dystonia بشلون يعالجهم يعالجون ذول الأشياء يطونهم طبعا Anticholinergic يطونهم Anticholinergic حتى يتعالجون مثلا Benzotropin أو يطونهم حتى Benzodiazepines ممكن يفيد بعلاج الدستونية فلذلك البنزوتروبين يطونه بجرعة 2 ملغرام أو يطون حتى Alarmine بجرعة 50 ملغرام Dyfine Hydramine بجرعة 50 ملغرام سواء يطونهم IM أو IV وممكن أيضا يستخدمونهم الDiazepam الDiazepam يستخدمونه أم الخمسة أم العشرة ملغرام الفاليوم بس يطونهم إياه أبرة وريدية يعني مباشرة نسمونها IV push يعني ضربونها مباشرة بالوريد أو يطونهم لا والله لورازيبام أم بالواحد أو بالاثنين ملغرام يطونهم إياه بالعضلة لأنهم ممكن يفيدون بعلاج الدستونية وطبعا من نطي الأبرة ممكن هذا يصير يعني فد ربع ساعة إلى ثلث ساعة من نطي IM injection أو يحتاج لمثلا بس خمس دقائق من نطي IV injection أحيانا يطون prophylactic anticholinergic medication يعني مثلا إذا المريض أيضا المريض بالأصل هو ياخذ أدوية ممكن يسوي لدستونية مثلا يستخدم أدوية التي هي high potency third generation antipsychotic مثلا الهالوبردول أو fluofينازين ذن يسمونهم third generation antipsychotic يلعدهم high potency إذا المريض young male يستخدمهم ممكن إحنا خايفين نصير عدة دستونية فممكن نطي prophylactic anticholinergic حتى ما صير عدة دستونية وأيضا إذا نريدها ما تصير ممكن إحنا نقلل الدوز نبدأ دوز قليلة من third generation antipsychotic أو نستخدم second generation antipsychotic اللي قليل جدا يسون دستونية السايد effect الثاني اللي هو أيضا من ضمن extrapyramidal اللي يسمونهم أكاثيسية الأكاثيسية يعني الإنسان ما مرتاح يحس بنفسه من الداخل ما مرتاح فيحوس يعني هي شي مننا ومننا يفتر فهاي الفرة النواة تصير عدة الأطفال شايفين الطفل يلوج هاي اللوجة اللي هي نتيجة الاضطراب الداخلي العدة ما يقدر يبقى مكان الطفل فلذلك هنا هاي يسمونها أكاثيسية هاي يصير بنسبة antipsychotic drugs وبالحقيقة يعني هي المعنى مالتها هو feeling of inner racelessness يعني كأنما واحد ما مرتاح فيلوج وهو ما مرتاح أوكي وعد أكو بعض الأحيان subjective symptoms نشوفها مو بس ما مرتاح لأ حتى تبين على جسمه وعلى حركاته شلون مثلا يقدم رجلية يعني واحد واقف وياك يقدم لي قدام ويرجع لي وراه يتقدم لي قدام يسمونها pacing أو مثلا shifting يحاول كل ساعة يرجع أيده أو shuffling يسحل يعني يسحل برجلية أو tapping الفيت يعني يضرب برجلة هيتش بالأرض كل هاي الأشياء هي يسمونها أكاثيسية أوكي شلون ممكن نخلص منها ممكن نقلل الدوز يعني إذا قللنا الدوز مالة الانتسايكوتك ممكن تعتبر good intervention بالنسبة للمريض اللي عنده أكاثيسية وإذا سوينا أيضا الحل الثاني أنه نسوي switching بدل ما نستخدم fair generation anti-psychotic نحول على second generation anti-psychotic ورغم هاي الحلول بعض الأحيان نسوي هاي الحلول وتبقى نفس هالأكاثيسية ما يعني ما تروح أكو عدي أدوية يعني أقل رسك بالأكاثيسية أقل من غيرها مثلا الإيلوبردون أو الكوتيابين أو الكلوزابين هذول اللوسترسك يعني إذا نسألك إحنا بالأمس إذا نقول لك ياهو اللوسترسك رسك الأدوية الانتسايكوتك اللي سوي أقل رسك من الأكاثيسية بتقول لي هو مثلا الإيلوبردون أو الكوتيابين أو الكلوزابين البنزوديازيبين هنا نتجنبهم بالأكاثيسية بينما من ساعة إحنا استخدمناهم إذا تذكرون إذا تذكرون هنا استخدمناهم بالدستونية كعلاج البنزوديازيبين بينما بالأكاثيسية هنا نشو تبي أفويدد البنزوديازيبين شو تبي أفويدد لا عدش نستخدم ممكن جربوا ويستخدمون الوبروبرانولول هذا الإندرال بس بجرعة عالية يحتاج جرعة عالية ممكن يوصلون ال160 ملغرام شافوه ممكن افكتف بعلاج الاكاثيسية يعني اكفت بحوث هسه تقول الايجنت اللي هي يعني عندها وذي انتاغونيزم للفايف هايدروكسيت ريبتامين رقم اثنيا ريسبتر مثلا مثلا السايبروهبتادين مثلا البرياكتين او الميرتازابين او الترازادون ممكن تكونوا بروتكتف اقين اس اكاثيسية يعني لو يستخدمونها ممكن تكونوا بروتكتف بس هاي استطل يعني هي يعني بالليترشرز موجودة يعني مو ابروفت الباركن بس بالمناسبة بابا بس انتبهوا ليعافيه هايا السلايد هذا بالمحاضرة اللي دزيتها کمانا هذا السلايد كان موسينك هذا كان ما موجود السلايد فالله خليكم ممكن انتو سمعون هاي المحاضرة اضيفون هذا السلايد على المحاضرة اللي اضطيناكم اياها سابقا اللي هذا السلايد ناسينا مامخليلكم ايا اللي هي مسألة البروبرانولول ممكن نستخدمها بالعلاج الأكاثيسية اللي هي أهم شغلة بهاي السلايد السايد أفكت الآخر اللي ممكن يصير من الانتي سايكوتك هو ممكن يسوينا فد سيمتمز تشبه السيمتمز مع التالباركنسينيزم أنتو الباركنسينيزم يمكن ما أخذتوا بهذه الوجبة يعني ما أخذتوا بهذا الكورس ولكن الباركنسينيزم ممكن المريض تتلخص الأعراض مالته بالأشياء الأربعة التالية المريض إ motto عادة نصير عدة مشكلة بالحركة يسمونها أكاينيسية كأنها ما عدة حركة يصير أو براديكاينيسية براديكاينيسية يعني كأنما الحركة مالتة بطيئة وتقل الموتور اكتيفتي مالته المريض يكون عدة يسمونها ماسك لايك فيشل اكسبراشن ماسك لايك يعني شنو المريض يعني المريض تحس إنه المعالم الوجها مالتة وكأنها ما لابس ماسك ما عدى هاي الفيشيل إكسيبريشنز اللي معروفة إحنا اللي تدل على أنه إحنا راضين أو ما راضين فرحانين حزنانين ذاك ماسك لايك كأنها ما يسمونه أبهاثك ما تعرف شنه شنه التعابير الوجه ما عدى فقدان تعابير الوجه إضافة إلى مايكروغرافيا مايكروغرافيا يعني المريض من يكتب الكتابة مالته تصير زغيرة جدا 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 زغيرة يبديها بالبداية زينة وبعدين شوي شوي تزغر تزغر الكتابة هاي مشكلة يصير عد جماعة الباركنسينزم أو الباركنسين ديزيز وهاي أيضا ممكن يصير سايد إفكت للأنتي سايكوتك دراكس وأكيد أكيد الباركنسينزم يصير عده تريمر وخاصة التريمر الصفة الرئيسية مالتها التريمر يصير آتريست وإذا سوى موفمنت يعني تقل التريمر يعني هاي هي صفة من صفات التريمر مالت الباركنسينزم يعني يسمونها رئيس تريمر فالشغلة الثالثة يسمونها كوغويل ريجيديتي كوغويل شين الكوغويل؟ يعني أنا بس خلي أرسم لكم هذا ولو الرسم مالتي موزيا بس خلي أرسم لكم هي شي شايفين العجلة المسننة العجلة المسننة اللي كأنها ما تتحرك عجلتين مسننات كأنها ما هيجي بها سنون هاي العجلة يسمونها كوغويل هاي الكوغويل من تتحرك يعني تتحرك وتعشق تعشق العجلة كل حركة بها تعشيقة يعني كأنما تتحرك وعجلة ثانية أيضا هنا فهاي العجلة الثانية ينزل هذا هنا وبعدين ينزل هذا وكأنما إذا الطبيب يريد يفحص إيد المريض ويريد يحركها يحليفه فسأنا ياريك قد دامي وأوصف لكم بس أنت تكتبها بيوتيوب وشوف شنو الكوغويل حركة الكوغويل من يحرك إيده كأنما تتحرك يعني تتحرك بصورة دريجية يعني كل حركة كأنما سن يعشق بسن حركة وتوقف حركة وتوقف حركة وتوقف إلى أن تندمج يعني complete flexion يصير بالإيد يعني إلى أن تنطبق الإيد على الزراع على الساعد فهذا يسمونها كوغويل ريجيديتي يعني صعبه ما يقدر يضم الإيد مالته أو الذراع يضمه إلى الساعد مباشرة لا يصير بحركة تدريجية بالتقسير هيتشي 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 يعني أنتم ما تشوفوني بس يعني أكيد بتهمتوها إن شاء الله هاي يسمونها كوغويل ريجيديتي صعر عند المريض وأيضاً استوبت أو انستابل بوستشر يعني استوبت أو انستابل بوستشر ما يقدر يستند يعني كأنما القوام مالته يكون ما مستقر ويصير عنده سلو انشوفلينج أو يسمونها فيستيناتين جيت كلمة قيت تعني المشية مالته المشية مالته كأنما يسحل برجلية شافلينج أو فيستيناتينج يعني يسحل برجلية من يمشي شايفين جماعة الباركنسي نزم هيج يصير عندهم طبعاً ممكن المريض أيضاً شغلات ثانية يصير عنده يصير عنده سيبوريا سيبوريا يعني فرازات دهنية سيالوريا يعني يصير عنده يعني تكرموني اللعاب ينزل منه هايبر هايدروسز يعني كأنما ينقع نفسه بالعرق وفتيق ويكنس ديس فيجيا صعوبة بالبلع وديس أرثريا اللي هي يعني تلعثم بالكلام الريسك فاكتر مال ذولة طبعاً دائماً المتهمين بهذه المشاكل كلها هم الفير جنريشن أنتسايكوتك الفير جنريشن أنتسايكوتك يوز إذا يستخدمها خاصة اللي عندهم هايبوتينسي هايبوتينسي مثل الهالوبردول أو مثلاً المرضى اللي عمرهم كبير كلش أو الفيميل سكس الفيميل سكس تكون معرضة للباركنسينزم أكثر من الميل سكس السمتمز عادة من استخدم الأنتسايكوتك دراجز تبدل سمتمز برأسبوع إلى سبوعين وكل ما زيدنا يعني إذا سوينا إنيشييشن للدوز أو زودنا الدوز ممكن تطلع قده برأسبوع إلى سبوعين طبعاً السيكون جنريشن أنتسايكوتك دراجز أقل رسك ما عدد رسفريدون يعني إذا استخدمناه بدوز عالية أكثر من ستة ميلغرام بير دي ممكن يسوينا أيضاً باركنسينزم أو أعراض شبيهة بالباركنسينزم الكويتيابين الأريبيبرازول بريكس بيبرازول والإيلو بيريدون والأسينابين واللوماتي بيرون والكلوزابين ذني ممكن نعتبرهم alternative ممكن نستخدمهم يعني بدل ما استخدمنا اللي الفيرت جنريشن أنتسايكوتك دراجز ممكن نستخدم ذول ونعتبرهم good للبيشنس اللي صير عنده extrapermidal symptoms يعني ذول يعتبرون good alternative البنزيتروبين بنزيتروبين اللي هو عنده half life عالي ممكن يسمح once أو twice daily dozing ممكن نطي للمريض ويعتبر antiparkinsenism والdozing تقريباً مالتا 1 إلى 2 ملغرام نطي twice daily ممكن نوصل لحد لـ 8 ملغرام أما الدايفين هايدرامين ممكن يطي sedation للمريض يعني نقدر نستخدمه بس يسوي sedation مع الأسف للمريض وكل الانتكولينيرجيك ممكن يعني قد يكون يصير لها misuse بالpatients اللي هو يسوي يوفوريا بعض الانتكولينيرجيك يسوي يوفوريا لذلك ممكن نستخدم الأمانتادين الأمانتادين هو يعني يعتبر effective بأنتكولينيرجيك وما يأثر على المموري لأنه تعرف المموري الأنتكولينيرجيك يأثرون على المموري فلذلك نعتبر الأمانتادين زيان ونقدر نستخدمه كأنتي ويقللنا هاي العراض بس ما يأثر لنا على المموري يعني طبعا إحنا إذا المريض أعراض راحت صار عدة ممكن إحنا نبدي نسوي للأيجنت خلال 6 سابيع إلى 3 شهر إذا العراض راحت من المريض عرض آخر أو بالنسبة لمريض اللي ياخذ نسميه تاردف ديسكاينيزية تاردف ديسكاينيزية كلمة تاردف يعني تحصل متأخرة كلمة تاردف يعني شي يجي متأخر مثلا أنت استخدمت العلاج وظليت عليها فالستة شهر أو أكثر يالله بعدين بدت الأعراض هاي يسمونها تاردف يعني هي ديسكاينيزية بس هي تاردف يعني الطراب بالحركة يصير متأخر هذه طبعا abnormal involuntary movement يعني يصير عدي المريض classic presentation وين يصير يصير بوكو lingual mastectary شنو بوكو lingual mastectary يعني يصير بالبوكو lingual يعني بالمنطقة الفم واللسان وعضلات المضغ المastectary أو بال oro facial movement يصير بالعضلات مالة الفم العضلات الفم اللي هي بالوجه ذن الأشياء كلهن ممكن يقدني إلى interference والمضغ يعني أو wearing dentures يعني ما يقدرون يلبسون ذو للطقم الأسنان مالتهم أو مشكلة بال speech يصير عدي المريض أو بال respiration أو بال swallowing كل هاي العضلات التي تأثرت تأثر لي على هاي الفعاليات الحيوية طبعا ممكن المريض أيضا يصير عدي something زمون facial movement facial movement مثلا يظل blinking يعني frequent blinking يظل يرمش بعيونه frequent blinking أو brow arcing يعني يعني كأنما يقوس الحواجب مالته أو green massing يعني كأنما يظهر في حركات معينة تدل بوجه تدل على أنه ما مرتاح أوكي ودائما يصير عدة upward deviation بالأيز العين الصير لي فوق ترتفع أو lip smacking يعني كأنما تكرمون يمطق بالشفايف مالته ماكو حتى هاي نوبات بالأكل الصير يعني واحد من النوبات يأكل وصير يعني يطلع صوت من الأكل مالته يسمونها lip smacking بحيث يعني يطلع صوت يصير مزعج بالنسبة اللي يأكل وياه أوكي أيضا أيضا ريس less koreoform أو athetotic movement of the limbs occur in late stages يعني شين koreoform أو athetotic الكورية الكورية يا شباب الكورية هاي فد مرض أيضا يعتبر عصبي يسمونها كورية هاي يصير فد movement يصير ساعة ساعة الساعة يسمونها aimless movement aimless movement ساعة الساعة يسوي لحركة ما لها داع رأسا رفع عيدة مثلا رأسا رفع رجلة ساعة الساعة مثلا طلع هاي يسمونها koreoform يعني أو korea هي korea وذن حركاتي اللي سوينها anti-psychotic سمونها koreoform يعني تشبه الكورية أوكي فهاي الكورية أو هي حركات يصير بالأطراف ما لها داعي ساعة الساعة يرفع عيدة ساعة يرفع رجلة يسحرك رجلة هي بطريقة ما لها هدف ليش سواها سمونها aimless movement أوكي الموفمنت may worsen with stress صير عدة هاي الحركات القوية ممكن يصير إذا سترس المريض بس أكيد راح تقل إذا سوينا له sedation أو تنتهي نهائيا إذا المريض نعم عدنا فد سكورات معينة أو سكيلات معينة يسوون screening للمريض يشوفون عده هيتش شغلات لو لا screening at baseline يعني المريض أول ما يستخدمها at baseline ويستخدمون مثلا وحدة يسمونها abnormal involuntary movement scale abnormal involuntary movement scale أو عدنا scale ثاني سمونا identification system condensed user scale فد واحد يسمونا كأنما هو اختصارة discuss discuss اختصارة فالدسكور معين حتى نعرف إذا المريض مالتنا يحتاج يعني يسوو لسكرينينج عنده dyskinesia لصير عدة أو ما صير عدة ويسووون repeat للمونتارينج كل 6 شهر للمرضى اللي هما قات high risk وكل سنة لل other user يعني المرضى high risk للdyskinesia يسوو لهم كل 6 شهر بينما المرضى البقية يسوو لهم كل سنة screening للتارد في dyskinesia زياني شلون يمنعون هالتارد يفضلون انه ما يستخدمون الفيرت جنريشن يستخدمون السيكون جنريشن انتسايكوتك دراجز يعتبرونها هي الفيرت لاين اوكي وايضا يسوون سكرينينج يعني كل 6 شهر يعني باي ييرلي تارد في dyskinesia كل 6 شهر يسوون سكرينينج ويفضلون انه ديسكنتينيو ديسكنتينيو الانتسايكوتك اذا طلعت عدة تارد في أو يحولون للسيكون جنريشن انتسايكوتك اوكي الناس اللي اكثر شي يصير عدهم تارد في dyskinesia هم يعني مثلا اللي ياخذون لفترة طويلة يعني ذات الانتسايكوتك طويلة او اللي ياخذون هاي دوز او مثلا تصير عدهم كوميولاتف دوز تتراكم عدهم الدوز من زمان ياخذون او مثلا الفيميل سكس او العمر الشبير اللي increasing age او مثلا اللي هو اصلا بالاصل عده extra permeable symptoms ثانية مثلا نلقناهم من ساعة او مثلا عده يعني هو يستخدم انتسايكوتك بس عده poor انتسايكوتك response اوكي او مثلا عنده مثلا mental disorders organic mental disorders عنده ثانية او عنده دي ام دايابيتس او عنده mood disorders كل هذا تعتبر risk factor لان المريض اللي ياخذ انتسايكوتك يصير عده tardif dyskinesia الفيرست جنريشن انتسايكوتك هي المتهمة الرئيسية والمتهمة الكبيرة جدا انه يسوي side effect tardif dyskinesia يعني يسوي تقريبا بنسبة 20 الى 50 بالمية من المرضى اللي ياخذون فيرست جنريشن انتسايكوتك بينما بال سكند جنريشن انتسايكوتك الرسك مجرد 3 بالمية فقط يصير 3 بالمية بالسنة عد الناس young individual مقارنة ب7 و7 بالمية بالسنة عد الناس اللي ياخذون فيرست جنريشن انتسايكوتك يعني بالسنة سنويا تاردف تلسكاينيسيا اكو واحد يسمونها او ادوية يسمونهم دوتى تتراب بينازين وفال بينازين يسمونهم اسم يسمونه فيزيكولر مونو أمين ترانسبورتر تو انهبة هاي الميكانزم فيزيكولر مونو أمين ترانسبورتر تو انهبة هذا فيبتايد ينفرز بالبريん هذا اذا المنع اذا منع لا ممكن احنا ينقلل احتمالية التاردف ديسكاينيسيا فذولا لذلك ابروفد بالفال هو الفال بي نازين ودو تترى بي نازين ذني ابروفد فور تريتمنت اوف تاردف ديسكاينيسيا ان ادلت اوكي بس طبعا دولا ما على سفعتهم سايد افك يزودا السويسايدالتي يعني يزودا احتمالية الانتحار عند المرضى يسون ديبريشن عند المرضى ويسون كيوتي برولونغاشن كيوتي برولونغاشن يعني هي فترة الاكشن بوتينشيل الكيوتي يعني من ال 이유 الر اس كومبليكس كيو تعرفوے انتو عندنا الاي سي جي جان هيكية الرسمة مو جناها هيكية الرسمة هيكية الرسمة فهايا party وهي الكيو فهيا الفترة هاي الفترة مننا لهنا هنا ناها كلها الاكشن بوتينشيل يعني contraction والrelaxation مالة الفينتركل فلذلك إذا صار عدنا prolongation بالكيوتي انتيرفل يعني مشكلة أنه نعرض المريض للأريذمية ممكن عدنا سعيد افك ثانيات ممكن يصير بالانتسايكوتك ممكن يصير عد المريض سيجر إذا صير السيجر عد الناس عد المرضى اللي ياخذون كلوربرومازين أو ياخذون كلوزابين مثلا يعني خاصة إذا بنلشنا أول بداية العلاج أو إذا مثلا استخدمنا دوز عالية بالهاير دوز أو يعني كأنما إذا إحنا استخدمنا العلاج وسوينا راب الدوز انكريزز يعني كأنما زيدنا بسرعة زيدنا العلاج مشينا بالزيادة بالجرعة بسرعة ممكن يصير عد المريض سيجر إذا المريض صارت عده أيزوليت السيجر يعني سيجر وحدة وما تكررت مثلا ممكن إحنا نسوي دوز ريدكشن يعني بس مجرد نقلل الدوز ما للانتسايكوتك ما للكلوربرومازين أو مثلا كلوزابين راح تروح السيجر وما يحتاج بهذه الحالة إذا آيزوليت السيجر ما يحتاج نتخدم أنتسيجر ميديكيشن إذا سوينا تشينج بالانتسايكوتك إذا ريد نسوي تشينج بالانتسايكوتك ممكن يعني نتحول على الأريبيبرازول أو الرسبريدون أو الثايوريدازين أو الهالوبردول أو البيموزايد أو الترايفلو بيرازين أو فلوف فينازين ذني كلهن ممكن نعتبرهن الألترنتف نستخدمهم بدل ما نستخدم كلوروبرومازين والكلوزابين اللي كان أن يسون سيجر ذني ما يسون سيجر فممكن نعتبرهم ألترنتف مشكلة ثانية يصير عد المريض اللي ياخذ أنتسايكوتك دراجز ممكن أكو سامثن يسمونه بويكيلوثيرمية بويكيلوثيرمية يعني أكو مشكلة عد المريض بأنه يصير الأدابتيشن للتيمبرتشر الأمبيان تيمبرتشر يعني شنو يعني ما يقدر يتكيف مع التيمبرتشر مالة المحيط اللي هي الأمبيان تيمبرتشر ما يقدر وهذا ممكن تعتبره المريض هنا أكيد يصخن المريض أو ستنزل حرارته لأنه ما يقدر يكيف نفسه ويدرجة حرارة المحيط فبالتالي هاي تعتبر فتسيريس أنتي سايكوتك أنتي أدفيرس قد يصير عدها هايبر بايريكسية يعني حرارته تصعد وهاي الهايبر بايريكسية ممكن تجي ضربة شمس هيت ستروك أو ضربة حرارة هيت ستروك وتعتبر هاي دنجرس خصوصا إذا المريض كان بهوت وذر أو ديورين اكسرسايز يعني بهاي الحالة يصير عدها هايبر بايريكسية وأكو مرضى يصير عدهم هايبوثيرمية يعني تقل درجة حرارة الجسم مالته وممكن تعتبرها ريسك خاصة عند الالد انديفجول ذن البروبلمز اللي هنه مالات الحرارة هنه أكثر شي مور كمان مور كمان وممكن ممكن أن يحصلا أيضا ويعني السكن جينريشن انتسايكوتك اللي عندهم هواية انتكولينيرجك انتكولينيرجك افكت فذولا صير عدهم أيضا هاي الثرمو ريجوليشن أو المشكلة اللي هي مشكلة بويكلو ثيرمية يسمونها اكو فد سندرام يسمونه نيورولابتك ماليقناند سندرام هذا نيورولابتك ماليقناند سندرام أيضا ممكن يحصل لعد المرضى اللي ياخذون انتسايكوتك خصوصا اللي ياخذون هايبوتنسي فيرست جينريشن انتسايكوتك ذولا كلش يكونون هاي ريسك تقريبا بنسبة اقل من واحد بالمية يصير عدهم نيورولابتك ماليقناند سندرام السمتم زمالت هذولا تحصل عد المريض خلال 24 الى 72 ساعة بعد اخذه بعد بدايته اللي ياخذ الانتسايكوتك يصير عدهم الحرارة درجة بودي تيمريش ثمانية وثلاثين ويصير عدهم يتغير قل وممكن صير عدهم مثليش مثلا صير عدهم تاكيكاردية صير عدهم أو يعني يصعد وينزل مالتهم ايضا أو يعني يعني يتعرق المريض هواية أو تاكيبنية وممكن صير عدهم رجدتي ايضا المصل الصير رجد مالتهم قد يكون المريض صير عده مايوغلوبين يورية يعني صير نسبة يعني المايوغلوبين كل شو ينفرز باليورين وتزداد عدهم اليوكوسايت صير اليوكوسايتوس وأيضا تزداد انزيمات عدهم مثلا الكرياتينين كاينيس الاي استي يزداد عدهم الاي الت يزداد عدهم الاكتادي هيدروجينيس يزداد عدهم ذول المرضى اللي عدهم اليوريوليبتك ملغنينت سندرام طبعا بهاي الحالة احنا لازم نسوي ديسكنتينيو للانتسايكوتك قد كنت اعتبرها مجرد صارت عده هذا الملغنين ممكن نسوي ديسكنتينيو للانتسايكوتك دراجز وممكن نستخدم لفد عدوية مثلا الدانترولين أو البروموكريبتين أو الأمانتادين ممكن يكون يعني ذول لاحظناهم اذا استخدمنا هاي الأدوية الدانترولين وبروموكريبتين والأمانتادين راح يقلل يعني الوقت اللازم للكلينيو ويقلل نسبة الوفيات زيب احنا من صارت عده هذا المريض من صارت عده هاي الحالة احنا سوينا ديس كونتينيو للأنتي سايكوتك دراجز طيب ممكن نعيد بعد ما صار المريض زيان ممكن نعيد نستخدام الأنتي سايكوتك نعم ممكن نرجع الأنتي سايكوتك نستخدم أنتي سايكوتك بس نحاول نخلي وخاصة نستخدم الأنتي سايكوتك أو نستخدم الأنتي سايكوتك اللي هي يسمونها Low Potency Fair Generation Antipsychotic يعني إما Second Generation نحول عليه أو نحول على Fair Generation بس اللي عدهم Low Potency بهاي الحالة ممكن يعني نرجع الانتسايكوتك بهاي الشروط نرجحهم تقريبا بعد Two Weeks Without Antipsychotics يعني مثلا نقطع لمدة يعني Two Weeks وبعدين نرجع دولة الانتسايكوتك ونسوي monitoring دائما كيرفولي ونسوي titration للدوز سلولي شوي شوي ونصعدها مرة ثانية قد الانتسايكوتك يسوي لنا Endocrine Side Effect وهي الاندوكراين Side Effect مثلا الزايدين لبرولاكتين والبرولاكتين قد يسوي عدي المريض غالاكتوريا يعني المريضة خصوصا أو المريض يصير عده غالاكتوريا حليبي يطلع من الثادي مالته أو غانيكوماستيا يصير عده زيادة بالحجم الثادي عده المال ودكريز الليبيدو وصير منسترول irregularities عده الفيميال وأكثر شي نتبهوا نتبهوا العلحة أكثر شي هذا Side Effect يصير وي الفيرت جنريشن انتسايكوتك يعني مور كامون وي الفيرت جنريشن انتسايكوتك إضافة إلى الرسبريدون والباليبريدون يعني الفيرت جنريشن هنالا متهمات دائما ويا هنالرسبريدون والباليبريدون شلون ممكن نحن نسوي فاد منيجمنت لهاي الحالة ممكن نحاول بدل ما نستخدم ذني اللي يسون نودي على على الدرقز اللي هي لورسك مثلا الاري بيبرازول اسينابين إيلو بيردون لوراسيدون براكس بيبرازول لوماتي بيرون أو كاري برازين ذني كل هن يسون أقل ما يمكن يسون اندوكراين ديس اوأردر يعني مثلا احنا بالعادة احنا بالعادة بالعادة ليش احنا قلنا الدوبامين بالعادة الناس اللي زيدنا البرولاكتين اذا زادي البرولاكتين اول ما يجب لنا أن نطي دوبامين اقونست مثلا نطي بروموكريبتين بس هنانا ما راح نسويها هنا نهائيا ما راح نسويها وغير غير مسموح بإعطاء أدوية اللي هي تمنع لنا مثل الدوبامين أغونست ليش لأنه أصلاً ذول الأدوية منطيهم الزيد السايكوسيز قد المريض هو المريض إحنا جاي نعالجة بأنتي سايكوتك وإنه منطي دوبامين أغونست واللي هو مشكلته أصلاً زيادة الدوبامين فبهاي الحالة يا عزائي اتجنبوا أن تطون دوبامين أغونست أو إذا إجتكم مثلاً غشوش يريدوني غلطونكم بالأم سيكيور ديقولكم نطي هو برو لاكتين صاعد فنطي دوبامين أغونست قل له لا كان غيرك أشطر إحنا الدوبامين أغونست منطيهم إياه لأنه راح يسون potential psychosis exacerbation الpatient اللي عنده سكيزوفرينية عنده high prevalence of diabetes يعني هاي وحدة من ال endocrine dysfunction اللي سويها الشيزوفرينية هو أصلاً الpatient اللي عنده سكيزوفرينية عنده high prevalence لل type 2 diabetes خصوصاً الناس اللي ياخذون واللي ياخذون anti-psychotics اللي ياخذون anti-psychotics للسكيزوفرينية راح يصير worsen لهذا الديابيتس يعني بعض الanti-psychotics سوي worsen للديابيتس الأولانزابين والكلوزابين عندهم أكثر رسك أنه يسون new onset diabetes يعني مريض ما كان عنده diabetes وهنا يسون عنده new onset diabetes فلذلك الكلوزابين والأولانزابين أكثر اثنياً من ال anti-psychotic يسون diabetes يسمون new onset diabetes عند مرضى السكيزوفرينية وطبعاً يجيوا وراهم بالدرجة الثانية مثلاً الريسبريدون أو الكوتيابين ممكن يسون أيضاً دايابيتس بس أقل من الأولانزابين والكلوزابين لعد إياهم الأقل رسك مثلاً رسك عدهم الاريبيبرازول والزابراسيدول أو سيدون ذولة less likely than other second generation anti-psychotics الأسينابين والإيلو بيريدون واللوراسيدون والبريكس بيبرازول لاحظونا عندها من عيد قراءتهن لكم ليش حتى بل كتالله بالسمع أيضاً تثبت عدكم الكلمات كاريبرازين لوماتو بيرون also appear to have lower risk لكن ذولة الديتا مو ثابتة عليهم فاللي ثابتة واللي ممكن تجيكم بالأسئلة صراحة هم lower risk هما الاريبيبرازول والزابريسيدون ذولة اثنيناتهم lower risk والأكثر شي اللي يسون دايابيتس هما الأولانزابين والكلوزابين اوكي اكو عندنا genetic variation with the dopamine أو السيروتونين أو الميلانو كورتين رقم 4 والألفاتو ريسبتر have been associated with anti-psychotic weight gain يعني ذولة ليش يقول لك الanti-psychotic يسوي weight gain لأنه يقول لأنه لاحظه والسبب انه اكو genetic variation بالدوبامين والسيروتونين والميلانو كورتين 4 والألفاتو ريسبتر المسببات الكارديوفاسكولر side effect التسوي الanti-psychotic ممكن يسوي عند المريض orthostatic hypotension كلمة orthostatic hypotension بالclinical definition ما لتعني أنه المريض إذا أخذ فدوه يعني ينزل الضغط عده من يتحرك المريض من يقوم المريض ينزل الضغط عده أكثر من 20 مليميتر ميركري هذا تعريفها وهذا أكثر شيء يصير وي low potency first generation anti-psychotic وأيضا وي الكلوزابين وي الالوبردون وي الكوتيابين أو ممكن إذا استخدم combination of anti-psychotic أكثر الناس معرضين إلى الـ older individual والناس اللي عدهم diabetes أو اللي عدهم cardiovascular disease ذولة أكثر شيء معرضين إلي ممكن إحنا على الممكن نقللها نسوي dose reduction أو نغير الـ anti-psychotic الروح للناس اللي عدهم أقل alpha adrenergic blocked مثلا وهذا بالحقيقة بالحقيقة هذا الإفكت يجي وبعدين ممكن يتعود عليه المريض ما يصير عده orthostatic hypertension ويصير عده tolerance بس هاي التولرانس ما تيجي إلا بعد شهرين إلى ثلاثة من أخذه للـ anti-psychotic medications اللو بوتنسي واحد يسمونه بيبردين بيبردين فينوثيازين مثلا الثايوريدازين ذولة اللو بوتنسي أو كلوزابين أو الإلوبردون أو الزابرسدون ذولة less likely to cause ECG changes يعني ذولة أقل ناس يسوون ECG changes مثلا ممكن العفو سوري مو أقل هما the most likely the most likely to cause ECG changes including مثلا زيادة الheart rate مثلا increase the heart rate أو يصير flattened بالT wave الت wave ما احنا قلنا هاي الP wave هاي يصير هاي شاعدنا وهاي الت wave هاي شاعدنا يصير flattened تروح التويف أو مثلا ينزل هذا الST segment ينزل هنا يصير أو مثلا يصير عده prolongation of QT and PR interval هاي الQT كلها الطول أو هاي الPR interval كلها الطول أكثر من اللازم وهاي كلها يتعرض المريض صراحة ممكن يتعرض المريض للأريذمية الثايوريدازين خصوصا الثايوريدازين يزود الQT interval سمونا QTC IC يعني corrected يعني هاي بالECG من درسون الECG أقفت نوع من الQT سمونا QTC ممكن الزودة بـ average of 20 millisecond أطول من الهالوبريدول والرسبيريدول والأولانزابين والكوتيابين ذول الثايوريدازين يطولوا لQT هواية فلذلك لذلك الثايوريدازين the effect is those related and medication labeling carries a box warning of Torset D.T and sudden death لاحظوا أنه المريض اللي ياخد الثايوريدازين ممكن يصير عدة QT interval طول ويصير عدة فتحالة من الأرثمية احنا درسناها بالأرثمية بالرابع أو بالخامس انت درستوها نقول عليها Torset D.T أو بالفرنسي سموناها Torset D.Pois هاي Torset D.Pois هو اكتشافها عالم فرنسي تعني أنه اكو مشكلة اصير يعني اذا انا شارحها لكم باليوتيوب اكو فيديو شارح لكم هاي سواء بموضوع الأرثمية او شارحها وحدها Torset D.Pois شون اصير عد المريض اصير عده نوع من الأرثمية يصير يسمونها يسمونها polymorphic ventricular تاكيكاردية او يعني بصورة عامة تاكيكاردية عامة نوع من أنواع الأرثمية يسمونها Torset D.Pois هاي هاي سويها سويها الثايوريدازين وممكن يتقدينها الى صدن عد المريض اوكي الايلوبردون فارموكو جينوميك ميتابوليزم هذا الايلوبردون لاحظوا انه الناس تختلف بياناته حسب تختلف بالميتابوليزم مالته فاكو ناس هوايا يسويها ميتابوليزم واكو ناس يسويها ميتابوليزم بنسبة قليلة فاكو ناس اللي هما يسويها بنسبة قليلة يسمونهم Poor Metabolizer لأن عدهم مشكلة بالانزايم اللي يسويها ميتابوليزم اللي هو Cytochrome P 2D6 فإذا عدتهم اللي عدهم مشكلة وسويوا بهذا الانزايم فما يسوي ميتابوليزم للدوة مالتنا وراح يزداد الرسك مالت وممكن هنانا ايضا يخلون تحذير على البوكس مالت او يخلون تحذير بالليفلة مالت اوكي هنانا ممكن الميديكيشن ديس كونتينواشن لازم يصير اذا صار عندنا اذا صار عندنا زيادة بالكيوتي انترفل اكثر صارت اكثر من خمسمائة ميلي سكندي ديوريشن مالتها باقي الحالة لازم رأسا احنا نسوي ديس كونتينواشن للأدوية اللي سوي اكيوتي اوكي هذا التورسيد اللي قلت لكم تورسيد دي بوا او تورسيد دي بوينتي هذا ممكن ريرلي هبنز ان ذا ابسنس او اديشنال اه ريسك فاكترز مثلا يحتاج مثلا يحتاج الى البيشن الاج مالتا كريتر دان ستين او في ميل سيكس او مثلا عده بري اكزيستين كارديك او سيربرو فاسكولر ديزيز او هيباتيك امبيرمنت او عده هايبو كاليمية او هايبو مغنسيمية او عده اديشنال ميديكيشنز اللي سوي ايضا بروونجيشن للكيوتي انتيرفال او عده مثلا ميتابوليزم انهيبشن باي اناذر ميديكيشن يعني يمنع ميتابوليزم مال الدوة بحيث يزود الفعالية مالته وتخلي يسوي كيوتي انتيرفال او افطلا هو المريض بالاساس عده كيوتي انتيرفال ونحن نطي هذا الدوة فتزداد الاحتمالية فلذلك هذا التورسيد على الرغم انه هي رير لكن هي تحصل بهاي الحالات البيشن اللي هو عمره اكثر من خمسين سنة ممكن يعني احنا لازم نعالج المريض نعالج التغيرات اللي عنده ونطي اذا عده مشكلة بالبوتاسيا عده هايبوكاليميا او هايبومغنزيميا اللي اعتبرها ريسك فاكتر للكيوتي انتيرفال فاللي عمره اكثر من خمسين يكون قبل لا نطي هاي الادوية الانتسايكوت يكون نحل مشكلة هاي الاشياء الناس يصير عندهم المايوكاردايتس المايوكاردايتس يا شباب هو التهاب المايوكارديم التهاب الطبقة الوسطى عرفون انتوا الهارت هو ثلاث طبقات ايبيكارديم ومايوكارديم والجو الاندوكارديم فالمايوكارديم هي الطبقة العضلية الموجودة بالنصب ممكن يصير بها انفلميشن يصير عد المرضى اللي ممكن قد يستخدمون بعض الأدوية اللي يستخدمون أدوية الانتسايكوتك خاصة الكلوزابين هذا يعتمد على الدوز وممكن الكوتيابين وممكن الأولانزابين فلذلك دائما يقول لهم المريض يابا أنت دائما كون نسوي لاب مونترين كون نحلل للمريض قبل له هذا كباز لاين نحلل للمريض يعني قبل له نطيل التريتمت نحلل للمريض وبعديا وراها يعني بالبداية نحلل له وبعديا نستمر بالتحليل أسبوعيا شو نحلل؟ نحلل اللي هو علامة علامات الانفلميشن فهي مايوكاردايتس يعني انفلميشن فعلامة من علامات الانفلميشن نحن نحلل اللي خصوصا للأسابيع الأربعة الأولى يعني أول ما يستخدمها قبل له نبدأ تريتمت وسبوعيا لمدة أربعة أسابيع نحن نحلل وممكن أيضا بعض الكتب تقول ممكن نحن نستخدم نحلل التروبونين سواء آي أو تي تروبونين آي وتروبونين تي أو البيتايب ناتريوريتك ببتايد هذا البيتايب ناتريوريتك ببتايد ممكن أيضا نكون نحن نقيسه ونسوي له منترين حتى نضمن أنه المريض يكون ما عنده مايوكاردايتس أما الكارديو مايوباثي كارديو مايوباثي دائما يصير ويكلوزابين حتى أنا خلت لكم هاي السي الحمرة و هاي السي اللي هو ما لكلوزابين فالكارديو مايوباثي يصير ويكلوزابين وعادة يصير ما يجي من وقت يعني المايوكاردايتس يبدي بالبداية عد المريض والكارديو مايوباثي يتأخر يالله يجي يعني يجي ممكن يطول يعني خلال الأونسة مالته أكثر من سنة يعني 14 شهر يالله يطلع عد المريض كارديو مايوباثي يعني إذن إحنا الكلوزابين هو سوى كارديو مايوباثي غير وحل أوكي المريض إذا طاب من الكارديو مايوباثي يعني إحنا قطعنا الكلوزابين ممكن نرجع له بعدين يقول لك الرجوع إلى الكلوزابين after myocarditis مو بس هو يسوي الكلوزابين يسوي myocarditis ويسوي كارديو مايوباثي بس إذا سوى myocarditis وريد نرجع له نرجع بعدين للكلوزابين هذا يعني أكو ناس لحد الآن أكو يده يتجادلون عليه وبالحقيقة إذا هو سوى كارديو مايوباثي لا هذا نهائيا متفقين أنه ما نبدو به ما نرجع له فالخلاصة إذا الكلوزابين شوفوا تشوفوا هنا Magnus أيضاً pulled up さكل موزعج كل شيء احنا نستخدمه ب في ممكن يسويها القلوزابين ونفس الممكن يسوي كارديو مايوباثي الرجوع إلى بعد ما طاب المريض الرجوع إلي بالمايو كارديو مايوباثي دباتد يعني ناس تقول إيه وناس تقول لا والرجوع إلي بعد الكارديو مايوباثي لا هذا متفقين علي ما يصير نرجع له بعد الكارديو ماباثي الناس اللي ياخدون اي انتسايكوتك اي انتسايكوتك ياخدون الناس عدهم تقريبا ضعفين الرسك يعني مقارنة بالنان يوزرز اللي ما يستخدمون انتسايكوتك وايضا تقريبا الانتسايكوتك زيد احتمالية الارذمية مرة ونص يعني 1.5 تقريبا بالفينتركلور ارذمية او الفينتركلور ارذمية والصدن كارديك ديث المقارنة طبعا بالجنيرال بوبوليشن كلنا نحشي عن الكارديو باسكولار سايد افكت اللي يصير من الانتسايكوتك مقارنة بمن؟ مقارنة بالجنيرال بوبوليشن الرسك مالي اللي هو فينصة رومبو أبوليزم مرتين اكثر من الناس اللي يعني يستخدمون يعني الناس العاديين مقارنة من ناس جماعة الاسكيزوفرينية جماعة الاسكيزوفرينية يصير عندهم احتمالية خطر حصول الثرومبو أبوليزم او الفينص ثرومبو أبوليزم بضعفين او two folds higher بالانديفجول وعلى الرغم من الميكانيزم مالة هذا الرسك هو ما معروفة لحد الآن بصراحة لكن ممكن نقول نتيجة زيادة السيداتف أدفيرس إفكت مالة الانتسايكوتك او ممكن الميتابوليك إفكت اللي يسويها او مثلا الانتسايكوتك إفكت على بليتليت يسوي بليتليت أجريكيشن الانتسايكوتك او تسوي هايبربرولاكتينيميا اندايركت لزيد الفينص ستيسيز كل هذا ممكن هي ميكانيزم ليش الناس اللي ياخذون انتسايكوتك بصير عندهم فينص ثرومبو أمبوليزم ممكن أيضا الانتسايكوتك تسوي دفكت بالليبد يعني تسوي دفكت بالليبدو بروفايل بس إذا تنتبهوا اللي هنا ياهم اللي يسوون دفكت اللي يسوون دفكت هما جماعة الصم second generation انتسايكوتك إضافة إلى الفينوثيازين تغير السيرم triglyceride والكوليسترول elevation الاولانزبين والكلوزابين والكوتيابين هاو the highest risk for dyslipidemia حفظوها الاولانزبين كلوزابين وكوتيابين ذولة الهigher risk of dyslipidemia اوكي الويت جين والديابيتس والليبد abnormalities هذول اللي صار صار عدنا ويت جين صار عدنا دايابيتس صار عدنا لبد abnormalities ذني ما يذكركم بشغلة ذني إذا اجتمع عن سوى مو كان إذا احنا اجتمع عن ذول سوى حالة نسميها ميتابوليك سندرم هاي الميتابوليك سندرم اللي دائما المريض الزيد عده ترايق رايد اكثر من 150 واللو دين سيتي لايبو بروتين الزيد عده بنسبة قصد الهاي دين سيتي لايبو بروتين اتقل عده اقل من 40 الصير الهاي دين سيتي لايبو بروتين وايضا الفاستين بلود يصعد عنده والبلود برجر ايضا يصعد عنده للمريض ويصير عده ويت ويت ومحدد مثل بالميل هلقد يزود الخصر مالته يعني الحجم الخصر مالته بالميل هلقد يزود وبالفيميل هلقد يزود هاي كلها عبارة عن اشياء الدل على فالسندرم يسمونه ميتابوليك سندرم اللي تجتمع به الويت جين والديابيتس والليبت هي نفسها تسوي ميتابوليك سندرم نعم تسوي ميتابوليك سندرم لأن هي احنا اخذنا تسوي ويت جين والسوي دايابيتس والسوي لبيت أبنورماليتيز ممكن المريض يصير عده سايكاترك افكت سايكاترك افكت يعني المريض قد يكون يصير عده يسمونها امبلس كونترول ديس اردر امبلس كونترول ديس اردر شي يخصدون بها صير عده فتحالات ما يقدر يسيطر على نفسه بيها مثلا يحب المقامرة يصير عده ان كونترول سكشول ايرج هوايا ناس يأخذون انت سايكوتك هم مرضى جدا بس دائما يصير عدهم يعني رغبة جنسية شديدة ايضال يصير مثلا يقولون ايدة موئلة ايضال يصرف بطريقة غير مسيطرة عليها ويسمون عده بنج او يسمون كومبولسف ايتينج يعني ذي بنفسه على الاكل وبالضبط هذا كلهم يسمونهم انتينس ايرجز يعني ممكن يصير غير انتينس ايرجز يعني وساعة الساعة يقول لك يعني المريض دائما عده رغبة شديدة لعمل اشياء بدون السيطرة على نفسه اوكي ممكن ايضا المريض يصير عده كلمة هستنس يا شباب يعني من يقعد للإدرار عفوا من يقعد على التوالية للإدرار الإدرار يتأخر شوية يلا ينزل وكأنما هستنس احنا مو نعرف ها تردد المريض الشخص الهستنس يعني متردد فالهستنس بالإدرار يعني المريض من يقعد الإدرار ما ينزل رأسا تكرمون بالتوالية ليش وكأنما يعني المثانة مترجدة تطلع الإدرار لو ما تطلع إلى أن تقرر تطلع الإدرار فيسمونها urinary hesitancy أيضا ممكن يصير عده urinary retention وهذا يصير حادة with low potency first generation antipsychotic إضافة للكلوزابين اللي هو مكروه جدا لكلوزابين ممكن الميل يصير عده ممكن بعض المرضى يصير عدهم urinary incontinence ليش لأن بعض الانتسايكوتك عدهم alpha blocked effect خاصة بال second generation antipsychotic دراج عدهم alpha blocking effect خاصة منهم الكلوزابين عده alpha blocking effect الرسبريدون والبالي بريدون ذول يعني أكثر ناس يسوون sexual dysfunction رسبريدون وبالي بريدون يسوون أكثر sexual dysfunction مثل الفير generation antipsychotic لكن الثاني التانيات غير ذول غير الرسبريدون والبالي بريدون البقية عدهم ويكر وبرولاكتين effect و بولس less risk يعني يعني صورا أقل أقل sexual abnormalities أو sexual dysfunction ف عدنا احنا الفير generation antipsychotic خلو يسوون هنا يسوون sexual dysfunction لكن بالإضافة إليهم الرسبريدون والبالي بريدون أيضا ذني من second generation antipsychotic أيضا يسوي sexual dysfunction لكن مثلا عدنا البقية second generation antipsychotic لا ذولا كعدهم weak برولاكتين effect فلذلك يمتلكون أقل رسك أوكي البريابيزم سبق أنا سور افترككم على البريابيزم فالانتصاب للقضية بيصير كلش painful وقد يستمر لمدة ساعة كاملة هذا عدهم كلش هو reported way antipsychotic drugs ال ophthalmologic defect أو effect يصير عد المريض يصير عدهم مشكلة لعندهم انتكول نيرجيك side effect فيسوون يخفاق من النرو انجولو غلوكوما لأنه خاصة الانتسايكوتك اللي عدهم هواية انتكول نيرجيك effect مريض عدهم opaque deposit على الكورينية أو على لنس فد ترسبات معتمة صيرة على الكورينية وعلى لنس خاصة اللي ياخذون pheno-thiazine chronic pheno-thiazine treatment بالخصوص chlorobromazine هذا pheno-thiazine يعني لكن visual equity مالت المريض يعني حدة البصر مالته not affected بهاي الحالة احنا دائما بصراحة كون يسوي عد المريض يسمونه periodic slit lamp examination slit lamp examination هذا نوع من انواع الفحوصات مال العين فالجهاز معين يشوف الطبيب بمشكلة العين اللي يصير بالعيون مالة المريض فالمريض اللي هو ياخذ long term pheno-thiazine نيوز لازم دائما يسوي periodic slit lamp examination حتى نطمن ما عد الشي شوكت يسوي periodic يسوي at baseline يعني قبل لا يستخدم الفeno-thiazine وممكن احنا نسوي periodic لي مو at baseline فهذا ال-baseline ال-baseline والperiodic slit lamp examination are also recommended للكوتيابين treated patient ليش لانه ممكن الكوتيابين يسوي cataract عند المريض بالانيمال الصديز يعني ما شوفوا على الهيومن شافوا على الانيمال لكن قالوا لك يعني احنا احتياطا ممكن الناس اللي ياخذون الكوتيابين نسوي لهم يعني baseline وperiodic slit lamp examination حتى نتأكد المريض ما عنده cataract الثايوريدازين اذا استخدمناه بال-maximum dose مالتش قد الماximum dose مالتش 800 ملغرام باليوم اذا استخدمناه بهاي الدوز ممكن يسوي لنا فتحالة هي حالة بالحقيقة هي هاي جنتيك سمونها رتنايتس بيجمنتوزة رتنايتس بيجمنتوزة الصير بالرتينة فتصبغة معينة سمونها حالة يسمونها رتنايتس بيجمنتوزة وهاي بيها فت ميسينج لانزال فت مشكلة بالكروموسوم فصير رتنايتس بيجمنتوزة وصير عد المريض هنانا permanent visual impairment وقد يصير عده blindness يعني المريض اللي ياخذ ثايوريدازين اذا اخذناه بال-maximum dose 800 ملغرام ممكن معرض للرتنايتس بيجمنتوزة وممكن يفقد البصر هذا الجدول للاطلاع بس يعني تقريبا كل دوة وملخص هنا قدامه ممكن تفيد انه انتو تراجعونها بعدين اوكي الهيماتولوجيك سيمتامز ممكن الانتسايكوتك قد تسوي ترانزينت اليوكوبينيا كلمة اليوكوبينيا تعرفونها يعني قلة بكريات الدم البيض وهذا بالعادة بالعادة ما صير يعني فتشي الها اهمية سيريرية هواي الكلوزابين والكلوروبرومازين والأولانزبين هم أكثر ناس يسوون نيوتروبينية أكثر ناس يسوون نيوتروبينية هم كلوزابين كلوروبرومازين وأولانزبين الرسك مالك المرضى اللي صير عدهم نيوتروبينية أو أغرانيولوسايتوسيس يعني نيوتروبينية أو أغرانيولوسايتوسيس ذول تقريبا ويل كلوزابين تقريبا 3% يصير عدهم الناس اللي ياخذون كلوزابين 3% يصير عدهم نيوتروبينية و 0.8 فقط يصدعونهم و هاي الرسك يزيد كل ما زاد عمر المريض و كل ما كانت المريض انثى مو رجل اوكي و تصير طبعا هاي النيوتروبينيا تقريبا رسك مالتها ورا ما يبدل تريتمنت تقريبا من شهر الى 6 شهر من تصير عده نيوتروبينيا لذلك البيز لاين البيز لاين نسميه احنا نسميه لازم على مود نبدي على مود نبدي نستخدم هاي الى دراجز اللي هو اكثر شي مثلا كلوزابين على مود نبدي نستخدمه كون احنا ليه قدام نحلل الابسليوت نيوتروبينيا كون تكون اكثر من 1500 على مود نبدي الكلوزابين وبعديا لازم نسوي احنا ويكلي ابسليوت نيوتروبينيا حاونت منترينج للاشهر الستة الاولى اللي بعد استخدام الكلوزابين هذا حسب توصيات الاف دي اي الاف دي اي تقول يابا انت من تستخدم الكلوزابين كون تحلل للمريض قبل لا تستخدمه تشوفو النيوتروبين ما لتشقد اذا 1500 ابدو بيه وابقى حلل سوي منترينج كل اسبوع لمدة ستة شهر اول ستة شهر نستخدم بها كلوزابين لازم نحلل كل اسبوع اوكي بعد هاي الستة شهر اذا شفنا انه النيوتروف النيوتروفيل او الابسليوت النيوتروفيل كاونت بقى اكثر من 1500 يعني اوكي ثابت بهاي الحالة بدل ما كل اسبوع نحلل ونسوي منترينج لانطول فترة نخليها كل اسبوعين للستة اشهر القادمة كل اسبوعين بعد ما خلصنا الستة اشهر القادمة وكأنما النيوتروفيل او الابسليوت النيوتروفيل كاونت بقت اكثر من 1500 الحمد لله هالمرة بدل ما نحلل كل اسبوعين او نسوي منترين كل اسبوعين لا هالمرة نسوي منترين كل شهر اوكي هاي هي الريكمانديشن مالة الاف دي اي اذا اي اذا مثلا خلال هاي الرحلة مالتنا ستة شهر بستة شهر بستة شهر اذا خلال هاي الرحلة مالتنا نزلت النيوتروفيل اقل من 500 مثلا رأسا نسوي ديسكونتينيو للكلوزابين ونرجع نسوي منترينج يومية هالمرة الى ان نطمن على رجوع الابسليوت النيوتروفيل كاونت الى 1500 اوكي مهمة جدا هاي الاشياء كنت عرفونها عن الكلوزابين لان مهم الكلوزابين يتجيكم اسئلة هواية عالية اما مسئلة ممكن اصلا يحصل بنسبة قليلة يعني 0.01% عد البيشنت اللي ياخذ فير جنريشن انتسايكوتك وممكن يصير اكثر شي فريقونتلي بالكلوروبرومازين والثايوريدازين والعادة الاغرانيو سايتوسيز يصير عد المرضى تقريبا الانست مالتها تبدي ببرا 8 8 اسابيع من الثيرابي وممكن شلون نشوف هالأغرانيو سايتوسيز يعني شلون نتبين يتبين على المريض يصير عده سور ثروت يصير عده اليوكوبينية يصير عده مثلا ايريذمة عند الزرات هاي اعراض الأغرانيو سايتوسيز اللي يصير عد المريض اذا البيشنت اجي عده هاي السيمتم اللي هي السور ثروت اليوكوبينية ايريذمة الزرات مثلا اجتي هاي السيمتم وبنفس الوقت حللناه وليقين الابسليوت نيوتروفيل كاموط ما لتأقل من خمسمية هنا بهاي الحالة شود ديسكونتينيو اي انتسايكوتك واللي يستخدمه ونسوي له خاف الصير عده سكندري انفكشن اما الديرماتولوجيكال ديرماتولوجيكال يعني ديرماتولوجيك سيمتم سيمتم اللي صير عده اللي تأفكتين الديرماتولوجيك سيستم هي ممكن صير عده على الرغم من انه رير لكن تحصل خلال اول 8 اسابيع من بداية التريتمنت وشلون تبدي يصير عده المريض ماكلو بابيولراش صير اريثيماتس صير برورايتس راشت مثل الحب يصير عده بجسمه ويصير احمر ويحك وممكن يصير عده كونتاك ديرماتايتس سواء على السكن او على الأورال ميوكوزي ممكن يصير عده ايضا السوالوينك او على الراش او على ميوكوزي اذا استخدمنا يعني ممكن نستخدم السوالوينك او على الراش او على الراش او على او على كأنما نستخدمها بشكل او على ميوكوزي ميوكوزي اوكي الرسبريدون الرسبريدون هذا ساكون جنريش تعرفونه الرسبريدون هو ممكن كريز اوارنينك اباوت ارير بط فاتل سكن رأكشن فالشغلة خاصة بالرسبريدون نسميها درس يختصرونها درس اللي هي درق رأكشن ايوسينوفيلية عن سيستمك سيمتمز هاي خاصة بالرسبريدون هذا الدرس يسمونه اثنيناتهم الانتسايكوتك سواء الفيرد جنريش او السكند جنريش ممكن يسون فوتو سينسيتيفتي هاي الفوتو سينسيتيفتي ممكن تعرض للمريض للصن بيرن يعني المريض من يطلع للشمس جسمه ينطعن ويصير عده يعني آثار الشمس تبين عليه البيشن هنا شودي يستخدمون بلوكين يستخدمون صن سكرين اللي هما يعدهم يعني قبعة وبروتكتف كلوذينج وصن غلاسيز اذا كانوا رايحين للشمس قد يصير عدهم بلو غري او بيبليش ديسكالريش اوف سكن اكسبوت وصن لايت ممكن يصير وذ هاي دوزز اوف لو بوتينسي فينو ثيازين خاصة الكلورو برومازين من الطيل المريض راح يصير عدهم بلو غري بيربليش ديسكالريش مع التلسكن اوكي ايضا يصير عده كورنيل عند لينس بيجمنتيش عد المريض وي الاسكن ديسكالريش شوفون تلاحظون الناس اللي ياخذون فينو ثيازين وطلعوا للشمس تلاحظوا شلون الجسم معلتهم وشلون اليدين معلتهم صارت هذا هو الاسكن ارابشن او الاسكن راكشن اللي يصير وي الفينو ثيازين طيب ياها نستخدمهم بالابريغنانسي واللاكتيشن الانتسايكوتك نستخدمهم بالابريغنانسي واللاكتيشن الهالو بريدول الهالو بريدول هو اكثر واحد فير جينريشن انتسايكوتك جربوه على 400 حالة شافوا انه سيف واكفت شافت انه عد الابريغنانت بيرسن اللي عدهم سكزوفرينية وياخذون فير جينريشن انتسايكوتك مقارنة بالناس اللي ما ياخذون انتسايكوتك يعني لو اخذوه تتضاعف مسألة الولادة قبل موعدها ممكن المريضة المريضة اللي تاخذ انتسايكوتك ممكن الرسك ما للنيونينتل اكسترابريميدل سيمتمز الزود الزود ليش لان المريضة والطفل اللي ببطنها الطفل اللي راح يتعرض يسمونه انيوترو يعني داخل الرحم اكس بوجر للفير جنریشن انتسايكوتك الطفل هو برحم مما رح يتعرض للفير جنریشن انتسايكوتك رح تطلع عده اكسترابريميدل سيمتمز وهي ال편 تبقى عده من يولد الطفل الى ممكن ذل ثلاثة شهر الى سنة افتار بين تبقى عده الانتسايكوتك بداخل الرحم مالة المأمة كل س JENN تعبر antipsychotic تعبر تعبر يعني بنسب معينة ممكن تعبر وشافوا بالرزولت يعني بالدراسات بالميتا اناليسيز لقوا انه خصوصا يصير بالفيرس ترايمستر اكسبوجر للسكند جنراشن antipsychotic يعني احنا عدنا الاخطر الاخطر بالنسبة للبرقلينسي هما السكند جنراشن antipsychotic مو الفيرس جنراشن antipsychotic اصلا احنا بالفيرس جنراشن استخدمنا الهالوبردول من الفيرس جنراشن ولقيناه سيف احسن من غيره ايضا دراسات اخرى بينات انه انه الاريبيبرازول الاولانزبين الكوتيابين الرسبريدون الزبراسيدون ممكن ممكن دراسات الدل على انه السكند جنراشن واكو بعض هن بعض السكند جنراشن شافوهن انه مو كل شوية يزودا الدفكت او يزودا الكونجينتال مالفورميشن التشوهات او الكارديك مالفورميشن لكن شغلة يعني الريسك او بيرث دفكت ويكل السكند جنراشن انتي سايكوتك ايضا ادنا اكو شافو اكو ويل كونترولد ستاديز او يحتاجون ويل كونترولد ستاديز نحتاجها على مودة نوضح بالضبط خلي خلي جاوبونا السكند جنراشن انتي سايكوتك زينة لو مو زينة نحتاج بحوث ان شاء الله انتوا سوونها بالمستقبل بحوث حتى تحددنا هل السكند جنراشن انتي سايكوتك فعلا مضرة لو مو مضرة لانه بالحقيقة السكند جنراشن انتي سايكوتك هواي دراسات تقول يابا ترى هي مضرة وتأدينها الى بيرتفكت وبريترم بيرت تصير لدي المريض وبعض الدراسات تقول لا شفنا احنا الاريب برازول والرسبريدون والكوتيابين والأولانزبين ذني مو كل شي زيدا الريسك والكونجينتال مالفورميشن والكارديك مالفورميشن يابا لعد احنا اللي شافوها من تطلع يعني كأنما اشقد كمية الكمية من الانتي سايكوتك خصوصا الفير جنراشن انتي سايكوتك اللي تطلع بالحليب مالة الام اشقد تطلع شافوها اوبر اول هي اقل من 10% وهاي الاقل بال10% ممكن تدل على انه ما دام اقل من 10% فهي سيف يوز خلال البريست فيدينج مثلا اذا الاولانزبين الاولانزبين والكوتيابين لقوها اصلا اصلا الكوتيابين والاولانزبين الريلاتف انفندوز الريلاتف انفندوز اقل من 4% والرسبريدون والايريبابرازول تقريبا توصل 9% اوكي فلذلك النيرسينج النيرسينج يعني الرضاعة هنانا ممكن ممكن هذا الكلوزابين اللي يطلع الكلوزابين يسوي سيجر قلنا هواية فاحنا نخاف من النيوتروبين والسيجر ما نططي كلوزابين بالذات الكلوزابين ما نططي للنيرسينج ومن واخر شيء احنا لازم كل مرة نسوي افالويشن لثيرابتك افكت يعني احنا دائما نكون نسوي يعني positive symptoms rating scale حتى أو brief negative symptom assessment نطي للمريض فشي يعني بالعيادة يطون للمريض حتى يملي المريض او مو شرط بالعيادة يعني يطون للمريض حتى ياخذ البيت هم ممكن يملي وهذا ممكن حتى النقيس شقد صايرة اكو عدة تغيير بالsymptoms مالته ايضا patient rated self assessment مهم جدا انه يعرف المريض هو يقيم نفسه كل شيء يوسفل ليش لانه المريض رح يكون engage بالtreatment مالته وممكن ايضا يفتح الباب علما على مود patient education ونزيل منه المسكون خاف عدة اكو اشياء مثلا كان يعتقد هي مو صحيحة عن التreatment لازم انزيلها منه خلال فترة هاي القوستشنير ان الطهية ايضا الكلينيشين يقول لك الكلينيشين يعني ذول الطباء النفسية should be assertive كلش حازمين لمحاولة انه يقللون السمتمز او يسوون سمتمز ريمشن مالة المريض طبعا المحاضرة بيها تفاصيل كثيرة جدا انا طولت عليكم بالفيديو لكن حبيت انهي هاي المحاضرة لان كلكم منتظريها كنتوا وايضا حتى ينتهي المنهج الكامل لمادة العلاجيات هاي المحاضرة اتمنى لكم التوفيق جميعا اتمنى ان تبرؤون الذمة اتمنى ان تدعون لي ولوالدي ولجميع المتعلقين اتمنى انه اشوفكم ان شاء الله من خلال اداءكم العالي بالامتحان ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق والدرجات العالية وحتى ان شاء الله نسمع الاخبار الطيبة عنكم وعن اداءكم بالامتحان حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة